مساء الخير حبيباتي كيفكم ان شاء الله اليوم الكل مساء ومصبحة كانت بخير حبيباتي انتو شايفين الي 3 اربع ايام وانا بموضوع كيف الاعتناية بالعناية بالبشرة كيف تحافظي على بشرتك كيف تجددين خلاية البشرة تبعتك الخطوات الصحيحة اللي تتعاملين فيها مع بشرتك وراح اظل معاكم بنفس الموضوع خلال هاي اليومين عشان اي استفسار اتكم تقدرون ترجعون على الفيديوهات وتقتوا بيناتكم تقدرون نوبات الانصار عندي كتير يعني مدى اقدر اجاوب على الاسئلة بنفس الوقت عشان هيك يعني بيناتكم تقدروا يا ريت خواتي تساعدوني يعني اي اخوت بالتعليقات بدها اي استفسار وانتو تعرفون هذا الفيديو موجود تبعتول هي بس مساعدة منعدكم الي هي لان والله صار الحمل كثير فماني قادرت هذا يعني رجائي منعدكم اللي تقدر تساعدني اقو اكثر من اخوت اني شايفتهم يساعدوني بها الموضوع المهم حبيباتي ورجائني يعني اني نشرت قبل يومين فيديوهات بقول يعني كيف الاعتناب العين كيف الاعتناب البشرة ويرجعوا يسألوني ننس السؤال طب روحوا شوفوا الفيديوهات خواتي تعبوا حالكم وشوفوا الفيديوهات المهم حبيباتي الله ينطيكم الصحة والعافية واعرفوا الله المشاغل والناس متعافة اليوم موضوعي هو موضوع نظارة البشرة يعني الطريق الطرق اللي نقدر نحافظ فيها على نظارة بشرتنا نظارة البشرة حبيباتي تبتي مثلا شون يقول الانسات والمرأة المتزوجة والبنات الزغار من عمر تقريبا بدي اقولكم من بدت انا صراحة ما بقولكم من العمر من بدت تحط المكياج على الوجه تحتاج تعمل هاي المسائل عشان تحافظ على بشرتها لان الوجه ما بيتعب الا اني بحكس على البنات اللي يحطوا مكياج ما بيتعب الا من تحطون هالكريمات وهالمكياج وهالشغلات على وجهكم بالذات اللي شون يقول الماركات الرديئة الرخيصة هي اللي تتعب الوجه وتجيب الحبوب وتجيب الكلف وتجيب كل هاي الشغلات فيعني كل من من اي وحدة بلشت تحط مكياج وتحط على وجهها حتى لو كان عمرها 16 سنة تبلش بها الخطوات هذي خطوات نظارة الوجه خطوات نظارة الوجه طيب شو هي الخطوات اللي انتي تبدين فيها هي اكم من خطوة 6-7 خطوات طيب هسا نشوفش كم خطوة نبدي خطوة خطوة معاكم اول خطوة هي تبدين فيها هي السنفرة هي التقشير التقشير انا قلت لكم سبق وقلت لكم التقشير يصير اما من القهوة يعني تجيبين القهوة طيب بقايا القهوة يعني شوفوا انا هنسا شربت هذا الكافي تجيبون بقايا الكافي هذا وشو بتفتحوها حبيباتي وتحطون معاها زيت زيتون طيب وقليل زيت زيتون وقليل كمان تخلون من خلوني اجيب بس الزيت الزيتون عشان اقدر اشرح لكم الكويس عشان الفيديو ما بدي ايها يطول تفتحوها هيك حبيباتي وشو بتحوون بقايا ولي ما عايدها البقايا مو مشكلة احنا لانا هيك تجاهدنا مو مشكلة وشو تاخذين معاها تاخذين معاها ان شاء الله زيت زيتون ولي حابة حبيباتي تقشير كلش عميق تخلي قليل من الليمون طيب هيك قليل بضع قطرات من الليمون و تخلطها هذي كلها هيك مع بعض طيب وشو فيها على الوجه اللي ما حابة هذا التقشير وما قادرة سوي هذا التقشير وما بده هذا التقشير فيه تقشير نوع ثاني تاخذين ان شاء الله بيكون حواليه تاخذين اف التاخذين مثلا نقول هاي حبات البندورة عندنا احنا والطماطن مصغيرة زين التور للطماطن العادية تاخذين هيك نص حبة الطماطن طلعو وشو بتسوي نشو اختي بتغطيها بالسكر طلعو حبيباتي ان شاء الله يكون واضح اول اشي يا ريت اللي عندها عسل تحط عليها تحط على الطماطن قليل من العسل لان العسل كل شي كويس اللي عندها عسل تحط قليل من العسل وبعدها نضغطها بالسكر هيك وشو بتعمل بتعمل هيك فيها تقشير طبعا تقشير الطماطم كتير حلو على البشرة بجنن هيك تعملين فيها تقشير ان شاء الله يكون واضح بنفس العملية وبنفس الطريقة زي اللي تقدر تسوي بالليمون نفس الاشي يعني انا خطيتكم اكثر من وصفة للتقشير يعني تقدرون تسوي تقشير بالقهوة تقشير بالطماطن مع السكر مع العسل او بدون عسل طيب الليمونة نفس الاشي تغطوها قليل من العسل والسكر او بدون عسل بس بالسكر وتسويين سنفرة الوجهك او تقشير كمان هذا تقشير يعتبر كتير حلو للبشرة اتمنى عنكم هاي اول شو نقول هذي اول خطوة تعملوها هي لنظارة البشرة الخطوة الثانية هي الكل تبحث طيب سبحان الله الكل تبحث على تكتيح البشرة وبياض البشرة انا بالنسبة الي اعتبر التبييض ما في وحدة تجي سمرة سمرة يعني انا هاي سمرة اجي اريد اسوي درجة البياض تبعت ايدي حالي حال البيض لا انا صراحة انا مقتنعة بسمارين انا بحبح السمرة اليها جمالها والبيضة اليها جمالها زين كل واحد اليها جمالها زين فشون بجيب لكم ايها بقول اللي بدها بس نوبات من ضربات الشمس من التعاب من المكياج تغمق البشرة تبعتني كيف رح نفتحها احنا هذي في عدة طرق اول اشي انا احكيت لكم عن الشوفان وقلت لكم الشوفان يبيض الليمون حبيباتي كتير كويس لو خلطوا ليمون مع الزيت الزيتون كتير منيح ماسك بدي اعطيكم يا بياض بيض طيب حبيباتي بياض بيض ما قليل يعني مثلا نقول ملعقة وسط كبيرة من البيض البيض ملعقة وسط من العسل طيب وملعقة صغيرة جدا يعني ك hakiki كبيرة بيض بيض ملعقة وسط او كبيرة حسب العجنة نشي كمان العسل اذا مع فى عسل بحاله ما في عسل تقدرين خلين الزيت الزيتون بيض بيض نشى عسل او بيض بيض نشى زيت هو زيت زيت هو Technique اذا مع المنشsuppات هي الخطوة تجعلها υبائيةة كلها وزيت شائعة السي بي تقريبا نقول 30 دقيقة 25 دقيقة وغسل وجهه تقدرين تحطيه بالثلاجة نعم حبيبتي تقدرين تخليه بالثلاجة هاي الخطوة تقدرين تسويها مثلا لا تسوي كميات كبيرة سويها يعني مع المرتين وبعدين تكبوها لا تعملون شسم كبير واذا سويتوا كثير ما راح يقرب خلوه بالثلاجة لمدة اربع ايام تقدروا تعملوها هاي الخطوة الثانية خطوة الاولى قلنا تقشير خطوة الثانية اللي هي تفتيح البشرة ترطيب البشرة ترطيب البشرة حبيبتي في نوعين كتير كويس وكتير حلو يرطب البشرة بالنسبة للي عندها افوغاتو الافوغاتو جميل جدا على البشرة وينطي ترطيب كتير حلو يعني لو اخدتي الافوغاتو بس هرستي قليل جدا من الافوغاتو وحطيتي معاها شون قول صفار البيض او بياض البيض نفس الاشي صفار او البيض او خليتي قليل من الموز اذا ما حبيتي للصفار ولا البياض وقليل من زيت السمسم زيت الزيتون الافوغاتو وحطيتي على وجهك وخليتي على وجهك تقريبا 30 دقيقة او 25 دقيقة رح تلقين بشرتك اترطبت وعطتك رطوبة كتير حلوة او حبيباتي اللي ما عندها افوغاتو صفار البيض كتير كويس صفار البيض مع زيت الزيتون او صفار البيض مع زيت السمسم او صفار البيض مع جل بذور الكتان زين كتير منيح هذا او صفار البيض مع جوز الهند هاي الخطوة التالتة زين هسا نبدي بالخطوة الرابعة هي هاي الخطوة لنظارة الوجه يعني هسا بدنا ماسك لنظارة الوجه رجاء انتو اكتبوها انا ما راح اقدر اكتبها ماسك لنظارة الوجه حبيباتي ماسك لنظارة الوجه كتير سهل يا مطيتكم اياه بس المشكلة ما بعرف يعني شو مشكلتكم ما قاعدين اتعبو حالكم ابدا على بشرتكم راح تكون لنظارة الوجه الشغلة كلش سهلة وكلش بسيطة راح تحتاجوا حبيباتي نقول مثلا هاي كوسة مو خيار اتو تقدرو كوسة او خيار مو مشكلة حبيباتي كوسة او خيار راح تاخدين انا راح اصوي كلش قليل وتبرشيها او بالخلاط مو مشكلة انا لاني ردت كلشي قداكم تبرشيها كتير كويس طيب بحيث تصير كلش نعمة وياريت تضروبيها بالخلاط انا حب تضروبيها بالخلاط لان تطلع المي تبعتها كلش طيب وتنخلط كتير تنهرس منيح طلعوا حبيباتي انا بعدين ورا الفيديو راح اخلطها واحطها على بشارتي زين هيك حبيباتي شو بعدين راح تعملوا بهيك حالة بعد ما سويتوا هيك تقدرو كوسة او خيار يعني مو مشكلة بالحالتين كوسة او خيار انا احب الكوسة واحب الخيار على هذا الموضوع اتخلون معا اللبن اللبن اللي هي اليوغورت اليوغورت طيب اللبن مو حليب مو حليب اللبن طيب اليوغورت او هيك تخلطوها كمان حبايبي مع بعض زين يا ريت حبايبي اتخلون قليل من الليمون طيب او اذا مرحب بين الليمون على البشرة تقدرون تحطون بدال الليمون تحطون تعصرون قليل من الطماطم طلعوا هاي الطماطم عشان اوارجيكم قليل من ماء الطماطم كتير كويس على البشرة يعني اللي ما حابة الليمون تقدر تحط قليل من الطماطم طيب شوفوا انا خليت ليمون وطماطم هذا المصد حبيبي معا كتير كويس لنظارة الوجه اتمنى انكم تجربوه راح تشكروني صدقوني على هذا المصد خطوات ورا البعر كمية كلش قليلة هذا المصد قد يظل على الوجه ياريت تخليه نقول 25 دقيقة نص ساعة مو مشكلة زي ينحط على كل الوجه كتير كويس وكتير منيح هذا المصد هاي الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة تجديد خلايا البشرة تجديد خلايا البشرة حبيباتي كتير سهل وكتير كويس بالنسبة الي عشان اكون صادقة معاكم انا اجدد الخلايا البشرة تبعتي وبخطوتي اول خطوة وهيكم انتوا شايفين منها هذي انا اكله يوميا الصباح ومنها كمان كل اسبوع اخليه على وجهي لتجديد الخلايا شو هو هذا هذا عبارة عن حبة البركة مع عسل اخلط حبة البركة مع العسل تطحنين ملعقة صغيرة من حبة البركة اللي هي الحبة هاي السودة سورجيكم اياها طيب ان شاء الله تكون قريبة عندي هذي تخلطين منعدها قليل طيب مع ملعقة صغيرة جدا او ملعقة وسط عشان تقدرين تطحنيها ملعقة وسط مع ملعقة اسل كبيرة وتضغطيها مع بعض وتحطيها بعلبة صغيرة وتحطيها بالثلاجة او برا ما رح يخرب حتى لو ظل شهر ما رح يخرب هذا ان يصال لفوق الاربع اسابيع ما رح يخرب نهائي وحط على كل وجهي وحتى تحت العين كتير كويس هذا الشو نقول لتجديد الخلايا منها بنفس الوقت يجدد الخلايا بنفس الوقت يقبض البشرة وبنفس الوقت يبعد التجاعد حولين العين حولين التوم كتير كويس المازك التاني اللي ما عدها؟ نقول ما عدها؟ الشي اسمها؟ ما حابة نقول الحبة البركة تاخذ قليل من القرفة القرفة حبيباتي كتير كويسة للبشرة كمان بنفس الوقت هي تبعد الحبوب من الوجه كتير منيحة تبعد الحبوب عن الوجه تاخدين ملعقة وسط العفو صغيرة جدا من من القرفة مع ملعقة وسط من العسل طيب ملعقة وسط من العسل و تخلطيها مع بعض بعد ما تخلطيها مع بعض حبايبي تخلطيها كتير منيح مع بعض وتحطيها على بشرتك كلها هاي العملية تعملين تست على وجهك شوفين وجهك يتقبل العسل معها بمنطقة كلش قليلة والسي بي تقريبا التست تقريبا ربع ساعة اذا شفتي بشرتك ما تحسست منها تقدرين تسوي بحالة تتحسست بشرتك منها مو مشكلة تعملين الشسمة تقدرين تعملين بس العسل الحالة اذا القرفة او حبة البركات تتحسسين منها هيك حبيباتي وتخليها على بشرتك تقدرين بس العسل والليمون طيب لتجديد الخلايا هذا كمان شنها الخطوة الخامسة الخطوة هسا عندنا السادسة الخطوة السادسة حبيباتي هي طريقة لنبعد الرؤوس السوداء من الوجه كيف نبعد الرؤوس السوداء من الوجه احسن طريقة هي لبعد الرؤوس السوداء من الوجه وانتي بالحمام تحممتي مسامات كلها مفتوحة كلها شون يقول لانها بنت مفتح المسامات وانتو بالحمام وتأكد من هذا الشي وانتو الدخل الحمام تقول كل المسامات مفتحة تجين حبيبتي اول اشي حاولي عصي عليها خليها تطلع لانك اذا ما عصيت عليها وما طلعتها من مكانه صدقيني البكتيريا تبقى جوه زين اشقد ما تحطين فوقها كريمات فوقها رحت بس السكري عليها فترة وترجع مرة ثانية لان البكتيريا والرؤوس السوداء جوه بعدها موجودة انتي طلعيها وبعدين افسط طريقة بدك تعمليها تقدرين تعملي تجيبين قليل من معجون الاسنان وقليل من الملح وتحطيها على المناخير او على المكانات المصابة وهيك تضلين تفركين فيها تفركين 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 فيها وبعدين تغسلين او حبيبتي تقدروا كمان السوداء كتير منيحة تاخذين قليل من السوداء مع قليل من الماء او ماء الورد وتخليه على هاي المنطقة كتير كويسة كمان هذه الخطوات الخطوة الاخيرة وهي الخطوة السابعة او حبيبات بالنسبة للرؤوس السوداء الجلاتين كتير كويس وكتير منيح للرؤوس السوداء بياض البيض لو اخذتي قبل ما اخلص بياض البيض بس البياض خفقتي وحطيه على وجه كله بياض البيض وجبتي قطاع الفاين وبعدين حطي يهيك قطع الفاين حطي بياض البيض وحطي والفيض وحطي بالفاين خطوه السابع خطوه السابع خطوه السابع خبيباتي تنظيف البشرة دائما نظفوا البشرة دائما حبيباتي تنظيف البشرة اعتادوا عليه لا تخلوا بشرةكم وانتو تناموا او انتو تصحوا كلها بالمكياج وبالكحلة حتى السواد اللي تحت العين اكثر السواد اللي يصير تحت العين هو السهاد وتخلوني الكحلة يعني بعينكم دائما 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 فتغمقت تحت عينكم اذا الحالة موراثية هيك حبيباتي انا خلصت واتمنى منعكم انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك وتدعموني دائما والسامحوني على طول الفيديو بس صدقوني خواتي هذي الخطوات لكم انتو تفيدكم عشان تقدروا تعالجوا بشرتكم انتو بنفسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى معكم حبيباتي انكم تزوروني الفيس وعالانستجرام وتخلوه ينتشر بينكم وبين احبابكم ومع السلامة